ألقى وزير الخارجية بدر عبدالعاطي كلمة مصر خلال اجتماع وزراء خارجية دول عدم الانحياز المنعقد على هامش الشق رفيع المستوى لجامعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وأكد وزير الخارجية خلال كلمته أن مصر كانت وستظل حاضرة وبقوة في إطار عمل حركة عدم الانحياز بوصفها أحد مؤسسي التضامن الأفرو آسيوي ودعى عبدالعاطي المجتمع الدولية لإدانة السياسات الإسرائيلية والتأكيد على الرفض الدولي للمساعي الإسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني أو تصفية قضيته وشدد سيد وزير الخارجية على أن السلم والاستقرار لن يتحقق في منطقة الشرق الأوسط سوى بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية المحتلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 عاصمتها القدس الشرقية